اهلا بكم يا اصدقائي في سلسلة ادوار لكل افتتاح كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه احد الادوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح او الدفاع المفضل لديك لو كنت تريد الدراسة الجادة مع المطعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب يوتيوب سلاش عصام حمودة ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها انزل لاسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار افكار افتتاحيات الشطرانج ستجد فيديو افكار افتاحيات الشطرانج مقدمة تمهيدية هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي افكار افتاحيات الشطرانج بصفة عامة وبعد ان تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو والان هيا نرى الفيديو اهلا بالاصدقاء ده الفيديو الاول في دفاع هنج الملك وحنرى تفريع بانو من دور بين بطلي العالم تجرام بتروسيان اللي حمل لقب البطولة من سنة تلاتة وستين عندما اقتنسه من بوتفينك حتى سنة تسعة وستين عندما سلمه الى بوريس سباسكي وسباسكي اتحدى بتروسيان مرتين الاولى سنة ستة وستين واللي حمرى منها الدور العاشر وفاز بتروسيان في النهاية واحتفظ باللقب حتى جاءت سنة تسعة وستين وفاز باللقب سباسكي واحتفظ باللقب لمدة ثلث سنوات حتى سلمه الى الداهية الامريكي فيشر في بطولة العالم الشهيرة 1972 وبتروسيان يعتبر اقوى لاعب دفاعي في التاريخ فهو صاحب المقولة لماذا اغامر بالتضحيات للفوز في عشرين نقلة اذا كنت متأكدا من الفوز بعد خمسين ولكن سنفاجأ في هذا الدور ان بيتروسيان تحول الى لاعب تكتيكي من الطراز الاول وفاز على سباسكي بتكوينه ولا اروع والان هيا نرى تجرام بتروسيان التكتيكي الابيض امام بوريس سباسكي في بطولة العالم بموسكو الف تسعمية ستة وستين نايت اف سري نايت اف سيكس جي سري جي سيكس وهنا بتروسيان لعب سي فور وديه النقلة المميزة لفتاح الانجليزي اللي بيعتمد على اللعب الاستراتيجي الهادئ والبطيط والاسود كمل بيشوب جي سبين بيشوب جي تو كاسل كاسل وهنا الاسود لعب نايت سي سيكس الاسود بالنقلتين دول بيادروا الابيض للدخول الى الدفاع هندي الملك اللي بيتسم ببعض النشاط ودخول التكتيك بدلا من الاستراتيجية وبتروسيان كمل نايت سي سري بي سيكس ودلوقتي بتروسيان في ايده ان يصل لدفاع هندي الملك اللي هو بيتقنه وبيشبه او يكمل في الافتاح الانجليزي وبتروسيان اختار الدخول في الدفاع الهندي للملك ولعب جي فور وكلا اتحولنا رسميا الى دفاع هندي الملك وستسك يكمل بي سيكس وده اللي بيسموه تفريع بانو في دفاع هندي الملك الاسود بيلعب في جناح الوزير بنقلة زي البي فايف وبتروسيان كمل جي فايف طالب الحصان نايت اي فايف طالب البيدأ وتراجع بالحصان عشان يحمي البيدأ وهنا الاسود لعب سي فايف الاسود بالنقلة دي بيعلن سيطرته على المربعات السوداء في وسط الرؤعة وبيصبح الفيل على المربع جي سيفن في القوي بيسيطر على الوطر الطويل ودلوقتي هدف الاسود ان يلعب نقلة زي البي فايف ويبدأ اللعب النشط في جناح الوزير ولكن بعد رد بيتروسيان بالنقلة كوين سي 2 نقلة بتبدو سلبية وده شجع اسباسكي على تأجيل النقلة بي فايف ولعب اولا النقلة اي فايف وبيهدد بلعب الناية جي فور واللي بيليها بلعب النقلة اي فايف ويتضحها بلعب نقلة زي البي فايف والاسود دي سيطر تماما على الوسط وبيتروسيان يكمل في لعبه السلبي بالنقلة بي سري وكأنه بيساعد الاسود على السيطرة على الوطر الطويل والمربعات السوداء واسباسكي يكمل في خطته بناية جي فور بيحرر بيدا الاف سيفن وبيحضر للعب الاف فايف وبيتروسيان كأنه بيساعده ولعب اي فور عشان تكون النقلة اي فايف نقلة محررة لكن الابيض في نفس الوقت لما هياخد على المربع اي فايف هيفتح العمود اي والرخ يحتل العمود اي ويضغط على بيدا اي فايف وبالفعل اسباسكي انجار للرقوم واللعب النشط سريعا بالنقلة اي فايف وبيتروسيان اخد اي تيكس اي فايف بيتروسيان بالنقلة ديه بيعلن ان هو بيهموش ان الفيد ياخد البيداء ويهدد للوزير لان لديه الدفاع بالاعتراض بيشو بيفور والابيض هو اللي بيسيطر على وطر المربعات الميضاء ولذلك اسباسكي فضل ان ياخد بالبيداء جي تيكس اي فايف عشان يسيطر على المربع الهام اي فايف وموقف الاسود يبدو انه موقف قوي ولكن ما زال ليس مستعدا لتطوير الهجوم لان الذي حصان على المربع اي فايف منعزل عن باقي القطع وكذلك الفيد والرخ مازال امامهم الكثير لكي ينتشره وينضم لباقي القطع في الهجوم ولكن بيتروسيان الماكر مازال بيضع الطعم في طريق الاسود وكمل بالنقلة نايد دي وان النقلة دي نقلة مميزة لاسلوب بيتروسيان وهو تقريبا احد القلة اللي ممكن يلعبه مثل هذه النقلة فهو ببساطة بيضع الاسود للهجوم الحصان بيتلاجع للخلف وبيعطي الاسود هدية وهي فتح الوطر الطويل بالنقلة اي فايف وبتمبو على الرخ وفكرة بيتروسيان ان هو عارف ان سباسكي بيطوب جدا للفوز في هذا الدور لانه متأخر في النقاط الاجمالية بالنسبة للمباراة ولذلك بيدعوه للهجوم المبكر الغير ناضج واللي هيستثمره زي ما هنشوف في الوقت المناسب وحينقد على الملك وده لسبب بسيط وهو ان مازالت ثلاث قطع للاسود بعيدة عن الاشتراك في اللعب وده اللي هيجهد هجوم الاسود سريعا والابيض حينقض عليه زي ما هنشوف بعد قليل على اي حال سباسكي يأجل النقلة اي فايف وبدأ بالنقلة بي فايف بيفتح مربع لنشر الفيل او ربما التراجع بالتصان والدخول في الدور ودلوقت الاسود اصبح بيلعب لعب نشط في الجناحين بالنقلة بي فايف في جناح الوزير والنقلة اف فايف في جناح الملك ومن المفترض ان بيتروسيان يحاول يمنع النقلة اي فايف بنقلة بتعدلها على نفس الوطر الطويل مثلا زي البيشوف بي تو لكن بيتروسيان كان أرخى الحبل لسباسكي اللي هيشنق بي نفسه وكمل بالنقلة الخبيثة اف سري وبهذه النقلة بدأ بيتروسيان الألعاب النارية النقلة دي بتهدد الحصان وبتجبرها على التراجع ولو تراجع حيغضخ الوطر أمام الفيل ولذلك هذه النقلة بتحفز سباسكي جدا على بدء الهجوم بالنقلة اي فور وبيبتح الوطر وفي نفس الوقت بيهدد بتأخذع المربع ايف سري وهنا جاء رد بيتروسيان المقنع وبدأت عملية خطف الأوطار يا ترى ايه هي اول خطوة في هذه السرقة الكبرى بيتروسيان لعب ببساطة النقلة بيشوب بيتو وفجأة ظهر للفيل الاسود منافس على نفس الوطر وفجأة ايضا اصبح الحصان على المربع دي وان قطعة خطيرة بتساند الفيل وفي نفس الوقت بيهدد بالوصول للمربع اسري والاشتراك في الهجوم على الملك اي تيكس اف سري طالب الفيل بيشوب تيكس اف سري وللوقت الاسود شاء امقابة مضطر ان يكسر فيله قوي وكمل بيشوب تيكس بيتو ودي هي العلامة الاولى لنجاح عملية الخطف لان بعد كوين تيكس بيتو اصبح الوزير هو اللي بيسيطر على الوطر الطويل وتم خطف الوطر بنجاح وهذا الوطر هيكله الدور الاساسي والفعال في الفوز بالدور على اي حال الاسود تكمل بناية اي 5 بيحاول يغلق الوطر امام الوزير وفي نفس الوقت بيصوب على الفيل والابيض عارف ان فيله زي مربعات البيضاء ده فيه القيب للغاية وهو اللي حيقوم بدور كبير في سبيل الوصول للملك ولذلك تراجع للمربع اي 2 والاسود حاول يدخل فيله للعب ويكمل F4 والفيل اتفتح امام وطر هام بيؤدي في النهاية الى الرخ الابيض وبيتروسيان مازال بيعتمد سياسته الخبيسة في تحفيظ الاسود للرجوم ويكمل بالنقلة GTX F4 طالب الحصان وسباسكي الاقل خبرة من بتروسيان انجر لهذه المعركة الغير متكافأة ويكمل بيشوب H3 طالب الرخ ودلوقتي بالطبع الابيض ما اقدرش ياخد الحصان بFx E5 لانها هتكون نقلة سيئة للغاية والاسود هيكمل سعيدا الـ Queen G5 Check والملك هيتطره في النهاية انه يقتل المربع H1 وهيتلقى الـ Checkmate من المربع G2 ولذلك على الابيض انقاذ الرخ ولكن بتروسيان كان له رأي اخر يترى ايه هو بتروسيان ترك الفرق ولعب ماية اسري الحقيقة هذه التضحية بالفرق حيراها اساتيز الشرنج تضحية منطقية بينما ربما المبتدئين ينبهروا مثل هذه التضحيات لكن في الحقيقة بالتفكير المنطقي حيطلع ان ماية اسري هي افضل نقلة في هذا الموقف وان الفيل الاسود عندما يختفي امام الرخ بيزيد تفوق الابيض وليس على العكس تأخره وبالفعل قبل اسلاسك التحدي وكمل بيشوب تيكس F1 وبعد روك تيكس F1 فيل الاسود للمربعات البيضاء اختفى ومن هنا انتقل ملكة القوة الى فيل الابيض للمربعات البيضاء على اي حال الاسود حاليا حصانه متهدد ولذلك تراجع للمربع G6 طالب بيدا F4 ومتروسيان كمل في عملية اختطاف الاوتار بنقلة اخرى مفاجئة يترى ايه هي متروسيان ترك البيضاء وكمل بيشوب G4 وحلان بيسيطر على الوطر الطويل لكن هو اللي يهمه ان يوصل للمربع E6 ويصوق مباشرة على الملك الاسود ولذلك ترك البيضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الاهم ولا يوجد امام سباسكي غير ارتقاط البيضاء ولعب نايت تيكس F4 وفي مخيلته ان يبدأ في النقلة القادمة بتنشيط قطعه المهملة الحصان والرخ لكن كل هذه القطط تم تدمرها بنقلة واحدة من الابيض يترى ايه هي متروسيان اكمل خطته للاختطاف بالتقلص من الحصان اللي كان بيحمي المربع E6 ولعب النقلة البارعة روكتيكس F4 وبكده بتروسيان بيضحي بالفرق التاني لكن من هذه النقلة الابيض رغم متأخره المادي الا انه حيفوز في كل التفعات على اي حال الاسود كمل مضطرا روكتيكس F4 والابيض اصبح مسيطر على وطرين همين في الرؤعة وكلاهما بيصوب ناحية الملك الاسود وبدأ الابيض في عزف سيمفونيته النهائية بنقلة ربما تكون منطقية للجميع لكن هتربع بعض الثواني لكي تتأكد منها الابيض كمل بالنقلة المتوقعة بيشوب E6 وللوقتي الملك ليستطيع الذهاب غير للمربع F8 ولكن في الدور اسباسكي يكمل بروك F7 وبيعرض الفرق على بيتروسيان لكن يا ترى ليس باسكي بيضحب الفرق وملعبش النقلة المنطقية كينج F8 ده السؤال اللي عليك الإجابة عنه بالطبع لوسباسكي جاء للمربع F8 حيخسر بطريقة تقليدية بالنقلة كوين H8 وبعد كينج E7 كوين تيكس H7 كينج E8 وهنا هتجيء الكش من المربع H5 وبعد الكينج E7 قبل تحينهي الوضع بالنقلة كوين G5 بيجوم مزدوج على الملك والرخ والأبيض حيفوز بقطعة في كل التفريعات ولذلك الملك مقدش يروح للمربع F8 وسباسكي دافع بروك F7 عرض ان يخسر الفرق لكن بالطبع بيتروسيان بيرفض وبيلعب النقلة اللي انا هتدور اكلينيكيا يا ترى ايه هي بيتروسيان بيشعر ان الاسود عبارة عن جثة هامدة ولذلك لعب بكل بطر ولكن بكل دقة النقلة نايد ايه 4 وفجأة اصبحت جميع قطع الابيض قطع نشطة الوزير بيسيطر على الوطر الطويل والفيل بيسيطر على الوطر المتجه للملك والحصنين في وسط الرؤعة بيسيطروا على الوسط بينما قطع السوداء مازالت مهملة على جانبي الرؤعة ولو الاسود حاوي نشط الرخ بنقلة زي الروك ا7 بيحمي روك الاف 7 الابيض هيكمل ببساطة نايد اف 5 طالب كوين جي سابن اتشيك ميت والرخ لا تستطيع تدخل لانها مربوطة على الملك والدفاع الوحيد هو كوين اف 8 لكن هنا الابيض هينهي الدور بالنقلة كوين اف 6 بيثبت القطع السوداء وعنده تهديد الخطير بنايت اتشيك سيك والاسود لا يستطيع الدفاع غير بتضحية الوزير والابيض بيفول ولذلك الروك ا7 لا تصلح وسباسكي حاول يقوم بهجوم مضاد بكوين اتشيك فور لكن بتروسيان كمل ببساطة بنايت تيكس اي سيكس تقرب الرخ المربوط على الملك والابيض هيفوز بقطعة وحيفوز بالدور ودلوقتي لو الاسود كمل بالنقلة كوين اي 1 تشيك الابيض هيلعب بهدوء كينجي جي 2 واذا الاسود اخد الحصان الابيض هيفوز فورا ببيشوب تيكس اف 7 تشيك كينجي اف 8 كوين اتشي ايت تشيك كينجي اي 7 بنايت اف 5 تشيك بشوكة ملكية والاسود بيكمل كينجي تيكس اف 7 كوينجي 7 تشيك والملك لازم يغادر والابيض هيفوز بالوزير وحيفوز بالدور ولذلك كوين اي 1 تشيك لا تصلح وسباسكي يكمل بكوينجي 5 تشيك وبعد كينجي اتشي 1 الاسود ده استطيع اخذ الحصان لان حيحدث كما حدث في التفريع السابق ولذلك سباسكي ماخدش الحصان انما دافع بالنقلة الوحيدة وهي روك ا7 وبيحمل روخ وهنا بيتروسيان انهى عملية خطف الاوطار بالنقلة بيشوب تيكس اف 7 تشيك وبعد روك تيكس اف 7 جاءت النقلة التاريخية اللي ادخلت هذا الدور التاريخ واللي تعتبر من النقلات النادرة الهجومية اللي لعبها بيتروسيان في حياته يا ترى ايه هي؟ بيتروسيان لعب احد النقلات الشهيرة في تاريخ بطلات العالم بكوين اتش اي تشيك بيضحي بالوزير وهنا اسباسكي سلم واذا كنت وصلت لهذه النقلة اكتب لي مدخلة ولك اهدام لكن هل تعلم لماذا سلم اسباسكي؟ بالطبع جميعنا وصل للحل الصحيح وهو ان بعد كينج تيكس اتش ايت الابيض هيلعب نايت تيكس اف سابن اتشيك بشركة ملكية وحيفوز بالوزير وحيفوز متفوق بقطعة وكذلك عن بيدأسالك بيتجه لمربع التاريخية وحيفوز بسهولة الحقيقة دور من الاضوار التعليمية اللي ممكن نطلع منها بعد الدروس اولا لا نهاجم وخاصة لو كنا باللون الاسود الا بعد تعبئة القطع جميعا او حتى الوصول للتوازن في الدور واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك